السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة أخواتي كتير إلا بس عليكم باخير هانيين كراكم بسيانين أتمنىكم وقعتكم باخير وعلى آخر فنما كنتو سوما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد الفيديو دي اليوم جيت بغي نشارك معكم واحد صندويتشات رائعين كيجوا غزالين غزالين بثاف ممكن أننا نعطيهم لوليدتنا يعني المدرسة أو ممكننا نخرجوهم معنا كيف كان عرفته بالحرارة ستعرفوا هذا يعني تصند ويتشات هذا الصراحة كيجوا زويني كثيرا كيف ستشوفوا معي ان شاء الله سهلا بساطا وكيجوا رائعين فننسو معكم بطريقة المقادر أول حاجة غضي نعجنو العجين دينا بالنسبة للعجين حتاجت زلافة ديال دقيق الأبيض أو الفرس وحتاجت زلافة اللي ما عمراش من دقيق القمح كيف شتمعي في الفيديو بالنسبة للدقيق ديال القمح اللي ما عندو يمكن اللي يعوضوا بالفينو ووضعت عليه معلقة اللي تكون معه مراش ديال خميرة الخبز كيف كان عرفته بالحرارة السخون مسك الدرش خميرة معلقة ديال السكر رشيشة ديال الملح وفلاسة ديال المعلق ديال زيت الزيتون يمكن لكم تعوضوه بزيت نباتية ولي يمكن لكم تعوضوه بفلاسة ديال معلق ولي يمكن لكم على حسب الرغبة صافي سوف نجمع العجين ديالي مميها اللي تكون دافية بحلي كان عجنو خبيز عادي مميها اللي تكون دافية شوي صافي كيف كان عرفوه الجو سحون بزة بزة فتابة وقلوا لي وش عندكم شي صاهد إنه مدينة تماء وش كين شي عندكم شي حرارة نحن الصراحة هنا في جدار حرارة 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 مميها اللي نجمع جيد كما قلت لكم كان بقرش وانا كان نجمع في العجينة ديالي مميها حتى نتحصل على واحد عجينة اللي تكون رطبة بعد ما نجمعها مميها نعطيها دلك واحد المدة ديال جوج دقيق واحدة نخليها تختامر بعد ما جمعتها مميها دلكتها واحدة جوج دقيق كما قلت لكم ما انا كنت لك فيها سوف يرد هاللينة قد نخليها تختامر وغادي ندوزوا باش غادي نوجدوا الحوشوا ديالنا باش غادي نعمروا لصندويج بالنسبة للحوشوا غادي نحساش فيها صدر ديال جيش او صدر ديال ديك الرومي غادي نزيد عليه جوج معلق كبار ديال الزيت الزيتون غادي نحكي عليه كذلك واحد جوج دروسة ديال التوم ممكن لكم تحكو غادي دريس واحد انا صار حد توم عزيزة على يدك شابه اشتر الجوج صافي وغادي نزيد عليه التوابل من بعد بالنسبة التوابل غادي نزيد عليه سكنجبير الخرقوم رس معلقة ديالتحميره واحد معلقة كبيرة ديال لاموطار صراحة لاموطار كي يعطيه واحد الصدر ديانا يعني كي بقيت فتا غير راسو يعني كي جي فتي فتي بس فش كنديرو له لاموطار المهم غادي نحرك مزيان وغادي ندير له التوابل وغادي نرجع معكم صافي بعد ما حركته وضعت له التوابل كما سبق لي وذكرت معكم جميع التوابل اللي ذكرت صافي بالنسبة لستر ديال الجيش راه تقريبا راه واجد يعني طيب راه في الساعة كي طيب خصوصا لكن عندكم يعني مرقد من قبل في الحامض والملح راه في الساعة كي طيب صافي هنا في الاخير كي مشتمعي بعد ما وجدت تعليه طريف ديال ضامتي اللي كي تبقى اختيارية يمكن لكم ما تضيفوها صار حكي يجيبنين غير هاكك صافي غادي نخويه هدا بنديرو فوحد تبصيل يبرد وغادي نرجع نفس الميقلات هنسومة بعد ما خويت الميقلات ديالي في نفس الميقلات غادي نوضع عليها حبة ديال الفلفلة خضراء حلوة وكذلك جوج حبات ديال البصل اللي متوسطين يعني صغار غادي نزيد عليهم وما كذلك جوج مع القبار ديال زيت الزيتون رشيشة ديال الملح ورشيشة ديال اللي بزار او فلفل اسود سافي غادي نحركم مزيان وغادي نخلي البصلاء والفلفلة ديالي قطيح مويم حتى قطيح مزيان سافي غادي نطفي عليها النار وغادي نرجع لالعجين ديالنا مبعد ما يختمر باش نقرسوه ان شاء الله مويم خليكم معي اخواتي وغادي نشكله غريسات عفوا ولا كويرات اللي صغر ومهم انتو ما يعني الصندوية ديركم قداش ما بغيتو تديروه يعني انتو ما كتتحكموا في الحجم اللي بغيتو انا غادي نديرهم توسطين يعني مكبر ما صغر وتو ما الحجم اللي بغيتو ديروه صافي مبعد ما شكلتم كويرات انتو ما تحصلت على ثمانية ديالكويرات يعني غادي نتحصل على ثمانية ديالصندويتشات صافي غادي نشد اول كويرة وغادي نمشي فيها بحال هاك غادي نمشيها عفوا على شكل طولي انتو مره العجينة مرخوفة كتا عدنا بكل سهولة مع انا درنالة يعني دقيق ديالقمح صار حكي تجي اوحد العجينة فنة فنة بزاف جربوهم دقيق ديالقمح وردو عليا صافي مبعد ما مشيتها غادي نحاول نجمع العجينة بحالكة نبلعها مزيان وغادي نهزها وغادي نديرها في اللاطة بالنسبة لك الجهة اللي بلعناها هي اللي نديروها من تحت يعني هي اللي نديروها من الجهة دياللاطة التحت همم غادي نستمر بنفس الطريقة وغادي نرجع معاكم عندما اخواتي كما كتشوفوا معاي بعد ما كنت الكمية اللي عندي كما كتليكم ثمانياء دياللي صندويتش مهم ما نادرتون فاد الحجم كما كتليكم تبقى لكم صغرهم صغر من هكا يبقى لكم ديرو مكبر من هكا كيبقى لكم الرغبة انتم ما قدرش بغايتوا تديروهم صافينا اخضيت واحد السكين وان حاول اني نزينهم يعني ندير فيهم ذاك الخطوط على شكل باقي بحالكة مهم الزين كيبقى على حاسة بالرابة كيبقى لكم تخليهم غير هكا يعني ما تزينوا ما ولو خليهم غير كما هما كيجون ثماني بعد ما شرطتهم ذاك السكين اخذتنا صفر ديال البيضة وغادي ندهن لهم ذاك البلايس كما قديكم يمكن لكم تخليهم غير هكا يعني ما تدهنوا ملابيض ما تشرطهم سكين ما ولو كيجوا ارائعين صافي غادي ندهنهم صفر ديال البيضة غادي نخليهم حتى يختامروا مرة ثانية فقط غادي نخليهم واحد لمدة ديال 10 دقايق يعني ما غاديش نطول عليهم بزا فقط مدة ديال 10 دقايق وغادي ندخلهم الفرن نطيبه من بعد ما مرت عشرة ديال دقيق انتم ما كنتم تشوفوا رهم مختامرين يعني ولو خمرو ثاني صفي غادي ندخلهم غادي نشعلوا ليهم الجهة ديالتها سغادي ندخل لطا ديالين ديالها من فوق غادي نخليهم حتى يتحمروا من الجهة تحتانية وعاد غادي نهبطهم باش ياخدونا ذاك شكيل الذهابي من الفوق ونرجع معكم ودهو شكيل ديرهم بعد ما خرجوا من الفرن كما كنتشوفوا معاي كيجيو رائع رائعين ضروري انكم جربوهم كيجيو فنن فنن وغادي نزاب عليكم الصندويتش ديال بره كيجيو غزالين فنن خصوص كما كتلكم هذه الحرارة يعني لوليدات ديالنا المدراسة نخرجوهم معنا الخارجات يعني كنا خارجين و لا غاي في البيت ديالنا ننضيLoo صندويتشAlright او العشاء صراحة كيجيو فنن ساهلين سوف نعمرهم سوف نحلها من الداخل سوف نحلها من الداخل نرى الرطوبة كيف يجيو رطب يجيو رطبين رائعا كما قلت لكم صدقوني لجربتهم سوف يتولي وتعودوهم وتعودوهم لا يشغل منهم و لا يشغلوش كما قلت لكم خصوصا مع الحمان كما تشوفوا معي كنوريكم بالنسبة لاصوس انا استعملت هاد لاصوس هادي يمكن لكم انتم تستعملوا اي لاصوس عندكم ولا اي لاصوس كتبغيو يمكن لكم تديرو فقط الميونيز حتى بالميونيز كيجو رائعين فقط انا هذي عندي مطوفة يعني هاد لاصوس واللي يمكن لكم تصيبوها على يديكم سبق لي وشاركت معكم الصلصة دي الجغيان الصلصة الساموراي ومايونيز ويبغى يشوف الفيديوهات يولي القناة ويشوف الفيديوهات دي الميونيز الصلصة الالجيغ يراهم ساهلين بساطين وبمدق رائع ندير الصلصة اخواتي كما تشوفو معي كنديرو حد الكيميام الصلصة مزيان كندهان من بعد كناخد الخص اللي اسبق لي منقياه وغسله ومقطعه بعد طريقة ثم من بعد غذي ندير عليه الفلافيل او الففلة بعد ما طاحوا كنخليهم حتى كي يطايحوا وعاد كنحيدوه غذي ندير صدر دي الجاج ديالي اللي اسبق لي وشاركت معكم طريقة ديالو بالنسبة لصدر دي الجاج يمكن لكم تعوضوه بالكفتة يمكن لكم تعوضوه بالطن ومهمتو ماء وعلى حسب الرغبة ديركم الحوشوه يعني كتبقى اختياري انتمو اللي كتفضلو اللي متوفر عندكم بطبيعة الحال صفي من بعد كناخد واحد الكميه ديال زيتون زيتون متقوب ما يمقطعه بحلاكك صفي في الاخير كنزيد دريجات ديال ماطاشا مهم دا وصندوش ديالي كي يجي غزر غزر بزر وغادي نزيد واحد شوية ديال لاصوس من الفوق مهم لاصوسك تبقى اختياري فقط واحد الكيميه قليلا بحلاكك وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل صندوش اللي عندي انا غادي نعمر ربعة وانتو ما ديروا على حسب الاعداد ديال افراد ديركم بالنسبة لها يعني لجينة ديال الصندوش يمكن لكم تحصفدو بها في المجمد يعني فوق شما تحتاجو تحيدوها وتوجدو لها غير العمارة ديالة كتبقى علامة هي كتبقى زوينة ودا وشكي المهائي ديالي في صندوش ديالي كيجي رائع كما قلت لكم يلا جرتوه كونوا اكيدين غادي سعودوه كونوا اكيدين غادي سعودوه كما قلت لكم كانحتاجوه الوليدات المدراسة لان احنا يلا كنا خارجين يعني شخارجة بحال هكا ولا غير في البيت ديالة انا نحضره للغضاء ولا شكل ما قلت لكم ومين كيجي رائع خصوصا مع تسهودات اللي رائع ومين نتمنى اخواتي انكم يعجبكم الفيديو ويعجبكم لصندوش تجربوه اردوا ليه في الكمانتاق مما تبخلوش الياه بلي كومانتاق ديالكم بلايك ديالكم مما تبخلوش الياه بهم كذلك اللي اعجبكم الفيديو ببرتجر مع اخوتكم صحابكم فضلا وليس امرا طبعا نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد وصفه جديد كالعادة ان شاء الله تصدروني بفيديو جديد اشتركوا في القناة